بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع وهو أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم لحديث إذا مات العبد قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم وعن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب ما لم قط هو أنفس عندي منه قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا متفق عليه وأفضله أنفعه للمسلمين وينعقد بالقول والفعل الدال على الوقف ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله أقسام الوقف أولا على جهة فلا بد أن يكون على بر ثانيا على معين يشترط أن لا يكون فيه إثم الفرق بين الوقف والوصية الوقف عقد ناجز أما الوصية فعقد معلق على الموت الوقف يكون بجميع المال أما الوصية فتكون بالثلوث فأقل الوقف يكون للوارث وغير الوارث أما الوصية فلا تكون للوارث فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين وتقريب منهج ترجمة نانسي قنقر